بعد أن وصلت معركة الحديدة في اليمن بين قوات الشرعية وميليشي الحوثي إلى طريق مستود أعاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث فتح ملف الحوار بغية إيجاد مخرج سلمي يجنب المدنيين ضراوة الحرب المستعرة صحيفة العرب اللندنية وبحسب مصادر مطالعة كشفت عن نية مارتين جريفث جمع الفرقاء اليمنيين مجدداً على طاولة الحوار في أواخر شهر تموز القادم وذلك بعد أن يكون قد عرض على مجلس الأمن خطته للتسوية الشاملة إلا أن فرص نجاح مهمة جريفث تشوبها عدد من العراقيل المتعلقة برفض الحوثيين لانسحاب من الحديدة مقابل إصرار الحكومة اليمنية على انسحاب ميليشي الحوثي الكامل من المدينة دون قيد أو شرط وأمام هذه المعطيات يبدو حسم ملف الحديدة بالطرق السلمية مجرد آمال تناقضها حقيقة الواقع المعقد حيث أخذت المدينة بعداً إقليمياً تمثله الرغبة الإيرانية في الحفاظ على نفوذها في البحر الأحمر وذلك من خلال دعمها لميليشي الحوثي كما أن الأخيرة لا تزال تعزز تحصيناتها العسكرية وتعتدي على مخازن الأغذية المقدمة من الأمم المتحدة وفي ذلك ما يدل على نيتها في البقاء في المدينة حتى نهاية المطاف وعلاوة على ذلك فإن محاولات المبعوث الأممي لإحياء المشاورات السلمية لم تعد في سياقها تتفق مع رؤية الحكومة الشرعية والمحيط العربي حيث اتهمت أطراف سياسية يمنية وعربية مارتين جريفث بالسعي لفرض تسوية للملف اليمني دون وجود تطمينات للدول المحيطة باليمن من ناحية أمنها القومي والاستراتيجي ومحاولته نقل دائرة التأثير في الملف اليمني من محيطها العربي وربطه بالرؤية الاقتصادية والسياسية الأوروبية فضلا عن ابتزاز دول الإقليم ومقايضة مصالحها بالأمن القومي لتلك الدول